طيب الحلقة الفاتية تكلمنا عن ثلاث إجابات الخاطئة في سؤال النهضة أما الطريقة الذي أراه صائباً لأن نتحرك في اتجاه الأمام أن نوجه بصلات من نحو المجتمع ونحو التغيير الثقافي ليشمل هذا التغيير أولاً أن نعدل نظراتنا للعلم أن تكون مدارسنا مدارس محببة للأطفال أن في آخر السنة الطفل لا يمزق الكتب ولكنه يعشق أن يزب للمدرسة يوم أن يبكي طفلك وطفلة أن غب في يوم عن المدرسة أعرف أن نحن بدأنا نتحرك في الاتجاه السليم لا بد أن نحسن علاقتنا بالعلم لا بد أن نحسن علاقتنا بالعمل لا بد أن نحسن علاقتنا بالدين بمعنى أن يكون مصار للدفعية والعمل والإنتاجية نحسن علاقتنا بالوقت فأعتقد أن التغيير الثقافي العميق للقيم هو الذي سيؤهل مجتمعاتنا للعبور نحو المستقبل دون اختزال إجابات بسيطة يعني العودة للدين العودة للمصنع العودة للنظام البرلماني هذه إجابات في الأشكال لكن القيم العميقة في المجتمع تحتاج إلى مراجعة نظرتنا للعلم، نظرتنا للعمل، نظرتنا للوقت، نظرتنا للدين، نظرتنا لشركائنا في الوطن كيف نرى المجتمع المتنوع، مسيحيين ومسلمين وكاثوليك وأردوزوكس وأرمن ودروز نحن أمة بالغة التنوع وجميلة، لكن هذا التنوع إلى الآن فشنا أن نديره إدارة صحيحة فأعتقد التغيير الثقافي العميق في محاور العلم والعمل والوقت والمواطنة هي العتبة الأولى التي يبغي أن نبذل فيها جهد كبير جدا حتى نرتقي إلى مصار النهضة فإذن العنوان الأخير هو التغيير الثقافي العميق للمجتمع والذي سيقود إلى إحداث نهضة حقيقية إن شاء الله